السلام عليكم و الله يسعد أوقاتكم رمضان كريم ينعاد عليكم بالخير والصحة والعافية والبركة يا رب بفيديو اليوم سنحكي عن مدير النوافذ i3 بتوقع أن أغلب أغلب الناس التي تبتدي أو التي تدخل في عالم window managers وبالأخص floating window managers بتكون بداياتها مع i3 السبب يرجع لأن ملف configuration هو ملف نصي لا يوجد أي extension لاحقة يعني أنت بس في عندك مجرد كلمات بسيطة بتنكتب والdocumentation اللي موجودة عن i3 على موقع i3 الرسمي هي كمان بغاية يعني مشروحة بشكل واسع كبير وبتعطيه كل شي انت محتاجه لحتى اتخصص الwindow manager الخاص فيه اللي رح نعمله اليوم أنه رح ننسل الـ i3 ولكن ليس النسخة العادية أنا لأنه في عندي نسختين من الـ i3 في عندي النسخة الـ official وفي عندي النسخة الثانية اللي هي الـ i3 gaps نحن رح ننزل نسخة الـ i3 gaps لسبب واحد أنه النسخة العادية ما بتعطيني أي فراغات بين النافذة ونافذة تانية أو بين النافذة وأطراف الشاشة لهذا السبب رح نستخدم الـ i3 gaps وبالنسبة للـ configuration هي نفسها ما بتتغير بس في عندي بعض الاسطور اللي بدي ضيفها لحتى أحصل على الفراغات بين النوافذ أو على إطار الشاشة الشيء الثاني اللي رح ننزله رح ننزل الـ i3 blocks بس بفيديو اليوم ما رح ندخل بكيفية تخصيص الـ blocks بالأساس شو هي الـ blocks؟ الـ blocks هي الـ widgets هي لا تسمى widgets هي البيانات اللي بتطلع عندي بشريط الشاشة العلوي بالـ panel العلوي هي هي البيانات اللي رح نستخدم الـ i blocks لحتى نجيبها بس مثل ما حكيت رح نخلي موضوع تخصيص الـ i blocks للفيديو الجاية وفي عندي الشغلة الثالثة اللي رح ننزلها بس رح ننزلها من المستودعات الرسمية وليس بالطريقة المعقدة اللي هي الـ d-menu رح ننزلها من المستودع من المستودع الرسمي بس لأنه الـ i3 بيكون عماله يتوقع أنه يكون الـ d-menu موجود على جهازك هلأ أنا بجي على موقع الـ i3wm.org هون رح نلاقي انه في عندي الـ documentation اللي خاصة بكافة الـ configuration فإذا اجي لـ user guide رح نشوف انه اي شي بيخطر على بالي عن كيفية تخصيص الـ window manager رح نلاقيها موجودة بهي الصفحة وما في داعي اني روح لأي مكان تاني بالنسبة للـ i3 gaps هي موجودة على الـ github هي عبارة عن fork من النسخة الأساسية وإذا جينا لتحت رح نشوف انه أنا لحتى يكون في عندي gaps الشي الوحيد اللي رح ضيفه هو في عندي هذا السطر اللي موجود فوق هلأ رح نشوفها وقت اللي نبلش بعملية الـ installation أنا موجود على فيدورا فيدورا 35 وبالاساس فيدورا تستخدم GNOME كواجهة رسومية فرح نجي للـ terminal ورح نقل له sudo dnf install i3 gaps توقع كانت i3 gaps ورح نقل له dmenu هذه البرامج الثلاثة اللي بدنا يجب عليهم بعد ما نعطيه كلمة السر طبعا هو رح ينزل شوية dependencies بس نحنا بالاساس اللي بدنا يجب عليهم هن 3 برامج طيب مثل ما أنا شايفين أنه عملية التنزيل سريعة جدا لأنه هو البرنامج لأنه هو window manager صغير جدا وخفيف يعني ما بيستهلك لا رام ولا موارد نظام أبدا خفيف بشكل لا يوصف طيب هلأ لحتى أن ندخل أو لحتى لحتى ندخل للـ window manager رح نعمل تسجيل خروج خلينا قوي شيء نسكر هذول الصفحات لأن ما عدنا ياهن طيب ورح نجي ونقل له logout logout طيب هلأ بيجي من شاشة تسجيل الدخول بيجي للمسنن اللي موجود تحت ومنه بيغير من اللغنوم للـ i3 طبعا أنا عامل هذا الكلام بواجهة رسومية بس لحتى تكون عملية تسجيل أسهل طيب هلأ مثل ما اللي شايف أول ما أقلع الجهاز رح تطلع عندي نافذة رح تطلب مني أني أعمل بعض الـ configuration الأساسية لحتى سأبدأ باستخدام الـ window manager طيب أول شيء عماله يسألني أنه هل فعلا بدك تعمل configuration file موجود ضمن المسار التالي اللي هو الـ home directory .config i3 اسم الملف رح يكون config رح نقول له يس بالتأكيد بعدين عماله يسألني انه شو هو الـ modifier key اللي بدي استخدمه لحتى انتقل من نافذة لتانية لحتى من workspace لتاني بشكل اوتوماتيكي رح يكون نختار الـ windows ممكن اني غير للـ alt بس انا رح قلله اختار زر الـ windows وبهي الطريقة رح يكون الـ window manager انكتب صار الـ configuration file جاهز عندي خلينا اول شي نعمله انغير دقة الشاشة لحتى افتح تيرمينال بضغط على windows enter هات رح ياخد الـ urxpt لانه هي بتيجي نازلة مع الفيدورة اذا ما كانت نازلة بدور على اول تيرمينال بلاقيها وبيفتحها هاي من مميزات الـ i3 انه هو ممكن يعرف شو هي التيرمينال اللي نازلة عندك هلا نحن رح نغير هذا الكلام مباشرة لانه الـ urxpt يعني متل ما انا شايفين التعامل معها ماله سهل فرح نقله الـ vim.config i3 والconfig رح نجي لقسم التيرمينال اللي موجود عندي في ازعلنا التيرمينال دورنا عليها فمتل ما اللي شايف عندي تحت بهذا السطر اللي هو start terminal عندي تحته الـ bind sim mode last return execute i3 sensible terminal هذا اللي حكيت عنه انه هو بيدور على التيرمينال اللي موجودة على الجهاز وبيشغل واحدة منها فنحن رح نغيرها ورح نقل log nom terminal هلا منحفظ الملف لحتى نعمل reload للكonfiguration منضغط على زر الويندوز والشيفت والر بهاي الطريقة اذا ضغطنا ويندوز انتر رح شوف انه فتح لي الـ gnom terminal بدل الـ urxpt طيب خلينا نسكر النافذة ما عدنا ياها واللي كان بدي ساويه انه بدي يغير دقة الشاشة طيب هلا انا بس مجرد عملت انه غيرت دقة الشاشة متل ما اللي شايف نرجع هلا منفتح ملف الـ configuration حتى نبدأ نعدل فيه طبعا نحن اليوم ما رح نعمل تعديلات كبيرة بس لحتى نشوف كيف ممكن انك تبتدي تستخدم الـ window manager طيب بعد ما غيرنا التيرمينال حكينا بالبداية انه رح ننزل مع البرامج اللي نزلناها الـ d-menu ليش لان لو انزلت شوي لتحت رح شوف انه انا في عندي كي بايندينج اللي هي المود بلاس دي حاطتها انه شغلي الـ d-menu فانا لحتى افتح اي برنامج بديها فرح اضغط على الـ windows والدي بهاي الطريقة بدور على البرامج اللي بديها وبفتحها فمتل ما حكينا اول شي لحتى انك اضيف اي كي بايندينج او اختصار لوحة مفاتيح رح يكون الموضوع عبارة عن انك تقول له بايند سيم الكلمة اللي موجودة هون اللي هي البايند سيم بعدين بتحط له زر المود زائد الزر اللي وبعدين بتقول له execute وبعدين بنقول له اسم البرنامج اللي بدنا نفسه خلينا نحط على سبيل المثال انه نفتح المتصفح فرح نقول له بايند سيم دولار ساين مود زائد رح نحطه على الزر السي بعدين رح قل له زائد سي رح نقول له اي اكس اي سي ورح نقول له فاير فوكس طيب هاد رح يكون تعمل لكي برنامج بتستخدمه بشكل مستمر مثل ما لنا شايفين عملية الكي بايندينج بغاية البساطة طيب خلينا كمان نحفظ الملف خلينا نرجع نفتحه إذا جربنا الكونترول سي رح شوف انه فتح لي الفاير فوكس خلينا نرجع للجيت هب اللي كنا عليها من شوية لحتى نشوف كيف رح نحط الفراغات بين النوافذ لان مثل ما لي شايف حاليا انه ما في عندي اي فراغات بين النافذة او بين على جدار النافذة بينها وبين الحائط او طرف الشاشة ما في عندي اي فراغات فلو اجينا للقسم اللي موجود تحت رح شوف انه انا لحتى ضيف النوافذ اول شي لازم اني شيل التايتل بار هاد عماله اللي لحتى نضيف الجابس منشيل التايتل بار فرح نشي تحت الباينت سيستيم مبدئيا رح نقل له مثل ما له مكتوب مباشر تماما رح نقل له فور ويندو بعدين ضمن الاقواس رح نقل له كلاس يساوي نفتح الكوتيشن من قل له نقطة نجمة منسكر الكوتيشن ومنسكر الاقواس رح قل له بوردر بيكسل ورح نعطيها اتنين بيكسل على سبيل المثال طيب بعد ما حطينا الخطوة الحديث تاني لحتى نحط الفراغات الفعلية رح يكون سنقل لهم جابس بعدين منقل له ازا كان بده الفراغات الداخلية او الفراغات الخارجية او الافقية العمودية من فوق من تحت فرح قال له جابس بعدين مين because it would be حطها وبعدين رح نقل لهم كام بيكسل بده يكون الفراغ فرح نقل له جابس رح نقل له irm و Lorح نقل له اتنين بيكسل نفس سوف نقوم بـ Gaps, Outer و 2 بيكسل نحفظ الملف و نقوم بـ Windows Shift R سوف نرى يمكن أن يكون صعب أن نميز الفراغات دعونا نكبرها أكثر كما رأيته يوجد هذا الفراغ الموجود حول النافذة طيب بعد ما خلصنا من موضوع الفراغات دعونا أول شيء نرى كيف يمكن أن نغير الخط؟ فلو نقوم بالملف الذي لا نعمل عليه للسطر 16 وهو الفونت بعد البانجو سوف نغير من المونو سبيس لأي خط ثاني موجود لنا أو نحب أن نستخدمه لكن أنا لم أغير الخط فقط سوف نغيره هو مقاس الخط سوف نضع خطي بـ 12 وإذا لاحظت بالبار التي تحت سوف نغير مكانه سوف نرى أن الخط تغير طبعا كما قلت هذا البار ليس I3 وإنما هذه I3 الستاتوس التي جاءت مع I3 إذا جيت لنهاية الملف سوف نرى بقسم البار سوف نرى أن الستاتوس بلوكس إذا لاحظنا أنه تغيرت البيانات التي كانت طالعة عندي الآن صار في عندي ساعة صار في عندي بس مجرد رسالة ترحيب وصار في عندي داكمنتيشن ابتخذني لل I3 بلوكس لكيفية إعداد I3 بلوكس التي سوف نغطيها بالفيديو الجاية طيب دعنا نرجع لـ User Manual دعنا أول شيء إذا أجينا بالـ User Manual للقسم الخامس الذي هو Configuring I3 سوف نرى أنه هنا يشرح لي أي خطوة ممكن أن أحتاجها لكيفية إعداد البار نحن الذي سوف نفعله أنه أنا أريد أن أغير البار للمكان العلوي فإذا دورت لتحت إذا أجيت لقسم POSITION سوف نرى أنه بالقسم 5-6 POSITION يقول لي ممكن أن نضعه فوق أو ممكن أن نضعه تحت فإذا أجيت لتحت Status Command دعنا نعطي نقل له POSITION بعدين SPACE سوف نقل له TOP نحفظ الملف و نعمل إعادة تشغيل لـ Window Manager سوف نرى أنه البار صار موجود بالقسم العلوي من الشاشة طيب هلأ تقريبا بلشنا نشوف كيف ممكن إعداد الـ Window Manager هو بغاية البساطة طيب بعد ما شفنا كيف بغير الفراغات كيف بضيف الفراغات كيف بغير البار من تحت لفوق كيف بغير الخط خلينا نشوف كيف من غير ألوان الإطارات اللي موجودة حول النوافذ فلو رجعنا لـ User Guide وصلنا إلى القسم الرابع بالقسم الرابع لو أجيت للقسم 24 سوف نرى أنه لدي Changing Colors فلو أجينا لـ Changing Colors سوف نرى أنه لحتى أغير الألوان أبيلزمني أنه يكون لدي خمس ألوان أساسية لدي لون البوردر نفسه لدي الخط أو الـ Text عندي وعندي الـ Child Border هذا الكلام ينطبع على نافذة الـ Focus اللي أنا شغال موجود فيها حاليا أو اللي عليها الماوس وفي عندي للنافذة Unfocused في عندي Focus Inactive Urgent و Placeholder هل أنا بحاجة أن أضع كل هذه النوافذ؟ طبعا لا أكثر شيء يهمني أو الأثنين الأساسيات اللي يهمني الـ Focus و الـ Unfocused نحن سننسخ كامل هذا النص ومع الـ Client Background سننسخها و سنأتي لفوق الـ Bar طبعا ممكن أن نضعه بأي مكان بديه مدروري تكون فوق الـ Bar بس نحن نضع هذه المعلومات فوق الـ Bar الآن سنأتي إلى الـ Focus Window سنغيرها طبعا هذا الرقم اللي موجود عندي هو Hex Number اللي هو 6 أرقام RGB أول رقمين بيكونوا للون الأحمر الرقمين اللي بعدهم للون الأخطر وآخر رقمين للون الأسرق فلو بدي حط الـ Border للنافذة الفعالة أو الـ Focus Window بدي حطه أحمر فرح قل له FF 0000 هذا الكلام رح نحطه كمان بالنسبة للـ Child Border رح نقل له FF 0000 اللي موجودة عندي صارت باللون الـ Border صارت باللون الأحمر والنافذة غير الفعالة صارت باللون الأخضر طيب أنا إذا لاحظت أنه من تحت في عندي الخط هذا موجود للسهب اللون الأزرق ماذا يفعل لي؟ أول شيء هذا اللون محدد الذي هو الـ Indicator طيب لماذا هذا موجود بلون مختلف؟ السبب أنه I3 هو Manual Window Manager فأنا لحتى أغير أو لحتى أفتح نافذة جديدة يجب أن أقول له الـ Window Manager أين أريد أن أضعها؟ هل أريد أن أضعها على اليمين؟ هل أريد أن أضعها من تحت؟ لحتى أحد هذا الشيء أقول له مثلا لو كان أريد أن أضعها على من تحت سأضغط على زر Windows و V وبعدين سأضغط Windows و Enter سوف يفتح لي الترمينال الجديدة تحت الترمينال التي كانت فوق طيب إذا أريد أن أفتحها على يمين الترمينال التي موجودة عندي سأقول له Control Windows H مثل ما يرى أنه البار الأزرق صار موجود على يمين النافذة الحالية بعد أن قلت له Windows H إذا ضغطت Windows Enter سأرى أن الترمينال الجديدة صارت موجودة على يمين الترمينال الأولى إذا قلت للمتصفح نفس الشيء إذا ضغطت Windows V وبعدين Windows C لأننا كي بايندينج للبراوسر الذي يفتح مع Windows C فإذا قلنا له Windows V وبعدين Windows C سأرى أنه فتح لي متصفح جديد على يمين من تحت لو قلت له Windows H وبعدين Windows C سأرى أنه فتح لي متصفح ثالث وموجود على يمين المتصفح الأول طيب أنا كيف بنتقل من صفحة أو من نافذة لنافذة ثانية عن طريق Windows H J K والنقطة والفاصلة المنقوطة هذا يسمح لي انتقل يمين يسار فوق تحت طبعا أنا هذا الوضع لا أحبه لأنه مختلف ومختلف عن ومختلف عن أي ويندو مانجر ثاني بكل ويندو مانجر الثانية نحن نستخدم H-J-K-L لحتى ننتقل من النافذة الثانية بس جماعة I-3 يقولوا أنه هم يستخدموا J-K-L والفاصلة المنقوطة لحتى إيدك لا تتحرك عن هوم رو اللي هي الأزرار اللي يعرف كيف فدائما يكون عندك إيدك موجودة بشكل أوتوماتيكي على حرف J فهن يقولوا أنه لا نحن نخليها على حرف J أنا هذا الكلام ما أحبه طبعا أنتم ممكن أنك تغيره بكل بساطة لحتى سكر النافذة المفتوحة أضغط على window shift q Windows shift q ويندوز shift q ونعود على نافذة ثانية هذا لا يريدها ونزل إلى تحت عن طريق K ويندوز shift q ويندوز shift q ويندوز shift q بهذه الطريقة يسكر أي نافذة مفتوحة طيب لو كان يريد أن أغير اسماء Work spaces الwork spaces التي التي موجودة في فوق لو أريد أن يغير هذا الاسم ويأتي للقسم الخاص بالwork spaces سنرى انه بالسطر تقريبا مية وطمعش انا في عندي الست بعدين اللي هي الدولار ساين دبليو اس واحد الدبليو اس واحد هو اسم الوركس بيس وبعدين انا اعطيه الرقم واحد طيب انا كان فيني مباشرة اني قل له واحد بس هذا الكلام اللي هو عبارة عن فاريبل انا باستخدمه لحتى وقت اللي بدي ارجع استخدم الوركس بيس ما يكون مضطر اني اكتب له اسم النام بس بقل له الوركس بيس واحد ورح يجيبه مباشرة فانا لو اجيت للكوتيشن مارك رح نقول بدل الوركس بيس واحد بدل ما يكون واحد رح قل له سميليا تيرمينال ولماذا لا رح نيجي للوركس بيس تاني رح قل له سميليا براوزر ولماذا لا ممكن انك تغير كل الوركس بيس التانية طيب هلأ وقت اللي غيرته من رقم لإثم بيجي للقسم اللي تحته اللي هو لحتى انتقل من ووركس بيس لوركس بيس تاني انا بضغط على الويندوز والارقام من الواحد للتسعة فهاد وقت اللي بيجي بعد ما غيرته من واحد لتيرمينال لازم اني بعد كلمة ووركس بيس احذف النمبر فرح احذف النمبر من الوركس بيس واحد والوركس بيس اتنين نفس الكلام بينطبق لحتى انقل نافذة مثلا البراوزر لو كان بدي انقله للوركس بيس اتنين فأنا بضغط ويندوز شيفت اتنين فهلا لو اجيت مع الويندوز اتنين رح شوف انه البراوزر صار موجود بالوركس بيس التاني رح الرجعو للوركس بيس الاول ويندوز شيفت واحد رح شوف انه صار موجود عندي رجع مكانه الاساسي طيب خلينا هلا نحفظ هاد الملف لا عفوا لسه ما غيرنا ما حزفنا كلمة النمبر فرح احذف نمبر ومنحفظه ومنعمل ريلوود هلا اذا جيت للاثنين ورجعت للواحد هلا بنرجع هلا متل ما اللي شايف انه ما ضل عندي اي نافذة هاد وقت لي بعمل تسجيل خروز او ريبوت رح لقى انه الواحد معادة موجودة ويطلع عندي بس الاثنين والثلاثة الترمينال والبراوزر الاثلاثة ما غيرنا بس الان اذا ضغطت بالموس على رقم واحد ونقلت هاي النافذة للواحد وكمان هاد نقلته للواحد هلا لو اجيت للترمينال رح شوف انه اتغير اسم الوركس بيس هيك مثل ما شفنا انه اعداد او الكونفجوريشن للويندو مانيجر ما لها معقدة ابدا لانه المانول مشروح بشكل كبير وكمان السينتاكس اللي منستخدمها او اللغة اللي عمالة نستخدمها لكتابة الكونفجوريشن فايل ما لها اي لغة برمجية هي كلمات يعني كلمات انجليزية سهلة يعني ما بدها اي برمجة خلينا نختم الفيديو بخطوطين اضافيات بالتعديل او بالكونفجوريشن اللي هي خاصة بالبار العلوي فانا لو بدي غير ارتفاع البار العلوي رح قل له هايت وبعدين بعطي الرقم اللي بديها فلح نحط خمسين بحالتي انا لانه الشاشة اللي عندي اللي هي هاي دي بي اي هاد بالنسبة لتغيير الارتفاع اما اذا كان بدي يغير الالوان فاذا اجينا للدوكمنتيشن ورح نيجي للقسم خمسة ورح نيجي للكولرز اللي هو خمسة ستاش رح شوف انه بالكولرز بقسم البار رح ضيف قسم تاني اسمه كولرز رح انسخ هاد الكلام من القوس للقوس رح ننسخه ومنجي بعد القوس الاول رح نضيف سطر جديد نعمل عملية لتغيير الاشياء اللي نسخناها هلا منجي للفوكست ووركس بيس اللي هو الوركس بيس اللي انا موجود فيه حاليا في عندي ثلاث ارقام الرقم الاول اللي هو البوردر اللي هو الاطار الرقم التاني اللي هو اللون الوركس بيس بحد ذاته والرقم الثالث اللي هو الخط فانا رح نغير البوردر رح نحطه كمان ورح نحطه احمر بالنسبة لا الفيل اللي هو اللون الوركس بيس كمان رح نحطه احمر وبالنسبة للخط رح نخلي ابيض لحتى يكون واضح فهلا اذا غيرنا رح شوف انه صار في عندي لون الوركس بيس اتغير طيب انا لو كان بدي اضيف الشفافية للبار لان كل الناس بتحب الشفافية طبعا فانا رح اجي بمكان خارج قسم الكولورز يعني بعد القوس اللي هي موجودة من قسم 15 من المانول رح انسخ هاد السطر اللي موجود عندي وبيجي رح نضيف سطر جديد بعمله عملية لسق طبعا هلا بتوقع انه هون ما تبين الشفافية لانه اولا ما في عندي صورة خلفية وثانيا ضمن الماكينة الافتراضية ما في عندي اي كومبوزيتر بس اذا كنت عمالك تعمله على جهاز فعلي فرح تشوف انه البار العلوي صار شفاف خلينا نحفظ هاد الملف مثل ما حكيت انه ما بينت عندي لانه هاد الكلام متوقع بالنسبة للفيرتوال ماشين هذه كانت لس مجرد لمحة عن كيفية اعداد الويندو مانيجر بالفيديو الجاية رح نحكي عن لحتى نغير كل هاي الاشياء اللي موجودة فوق لانه هي حاليا يعني ما في عندي غير الساعة مفيدة اما رسالة الترحيب ما بتفيدني الدوكمنتيشن طبعا بدي اياها لحتى انه اعرف كيف رح ضيف بلوكات جديدة بس بالفيديو الجاية رح نشوف مثلا كيف من ضيف السي بيو كيف من ضيف المستوى الصوت كيف من ضيف سطوع الشاشة يعني من كل هالامور اللي موجودة بال i3 بلوكس وبالنهاية اذا عجبكم الفيديو ياريت تضغطوا زر الاعجاب بالنسبة لغير المشتركين لا تنسوا الاشتراك بالقناة لا تنسوا مشاركة المحتوى مع اصدقائكم واصحابكم بلتأفيكم بالفيديو الجاية وبامان الله اشتركوا في القناة